اشتركوا في القناة والشركات في أسواق رأس المال عبر الموقع الإلكتروني كما تهدف الأكاديمية إلى بناء القدرات وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي للخدمات المصرفية بما يؤدي إلى تعزيز مكانة البحرين وجعلها مركزاً فكرياً للتدريب والمعرفة وتقدم الأكاديمية كذلك ورشاً توعوية للعامة وشهادات احترافية إضافة إلى دورات تعليمية حول رأس المال وأهم المواضيع الدارجة في أسواق رأس المال وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.bibf.com.br الفكرة الأساسية من طلاق هذا المشروع هو زيادة الوعي لدى المواطن والمستثمر بشكل خاص بمعرفة لآليات السوق ومخاطر السوق وإجراءات السوق فهذا الأكاديمية راح تعلم الناس بشكل عام وراح أيضاً تأدي لتعقل الناس تخصصات في التعامل في سوق البورسي يعني خلنا نقول على مستوى عادي وعلى مستوى مرتفع هي طبعاً لها أهمية قصوى لأنه بالفترة الماضية كانت تركيز كلها على القطاع البنكي ووجود Intellectual Hub أو مركز للإبداع الفكرية أو مركز تدريب متخصص مختص في سوق رأس المال يعتبر نقلة نوعية وليس على مستوى البحرين ولكن أيضاً على مستوى المنطقة أنه يكون فيه معهد أكاديمي مختص في التدريب والشهادات الاحترافية لجميع العاملين في قطاع رأس المال أكاديمية الاستثمار تطرح برامج عن طريق الويبسايت واللي هو bibf.com slash بحرين بورس بهدف بناء القدرات وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي للخدمات المصرفية بما يؤدي إلى تعزيز مكانة البحرين وجعلها مركز فكري للتدريب والمعرفة أعلنت شؤون الجمارك أن قيمة المعروضات المستوردة في معرض الجواهر العربية 2017 بلغت 400 مليون دينار بحريني وذلك وفق إحصائيات الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمهوركي بدخول بضائع المشاركين في المعرض كما زادت قيمة المعروضات من السوق المحلية بقيمة 74 مليون دينار أي بزيادة قارب إلى 60% مقارنة بالعام الماضي في حين بلغت قيمة المبيعات المستوردة من السوق المحلية 10 ملايين دينار وبلغت قيمة الإيرادات الجمهوركية المحصلة حوالي 410 ألاف دينار وأكدت شؤون الجمارك أن هذه الزيادة تأتي كمؤشر على زيادة الثقة نحو المشاركة بالمعارض المقامة في البحرين خصوصاً وأن عدد الدول المشاركة في المعرض لهذا العام زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 11% بمشاركة أكثر من 600 شركة من 30 دولة والآن نتوقف سريعاً مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل لنشرة الاقتصادية ومشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع برصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء بانخفاض نسبة 0.56% عند مستوى 1269 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وستمائة وتسعة عشر ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 612 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 83 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 39.86% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن مشاهدين مع أغلاق البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 6.939 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.8% من مئة بالمئة وكانت الرابح الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6.254 نقطة بانخفاض طفيف أيضاً بلغت نسبته 0.18% المئة